تعويضا عن غياب الدعم الحكومي للعوائل الفقيرة والكادحة نظم فريق شبابي في مدينة الكوت بمحافظة واسط حملة لتوزيع السلات الغذائية على العوائل الفقيرة تزامنا مع شهر رمضان المبارك مجموعة شبابية تأسست 2016 باسم فريق التفال التطوعي نحن بكل شهر رمضان لدينا مجموعة نشاطات إغاثية ومنها توزيع السلات على العوائل المتعففة والأيتام كفريق تفال التطوعي مستمرين كل سنة بحملاتنا الغافية مساعدة الناس خلال شهر رمضان على طوال شهر رمضان نحن مستمرون بتوزيع سلات غذائية عين الناس اللي تحتاجها عين الناس اللي ممكن تكون بحاجة إلها فكرة الفريق نشأت بعد تشخيص إهمال الحكومات المتعاقبة لشريحة واسعة من المجتمع العراقي كانت تعتمد في السابق على البطاقة التموينية إلا أنها اليوم تقف عاجزة عن تأمين لقمة عيشها في ظل أزمة غلاء تشهدها الأسواق العراقية والسلة الغذائية والله مو زينة طحين ماكو هذا الطحين صار لنا أكثر من شهرين ماشي من الطحين نشتري تشيص بخمسة وثلاثين وبربعين وكل شي ماكو السحارة يش والله كلها قاب بنار دولار صاعد والعالم هاي قاتلها الضيمة لا شغل لا عمل يعني واحد وين يروح وين يطوشه حكومة ما تسوي النتاج يعني هل يسوي النتاج هل يجيك من تالي كل شي ما يشوي هل يجيبوك تروح تريد تسويك الطماطع غالي البتيتة غالي الأخيار هاي أبسط شغلات تعدية للمواطن بث نار رمضاني يروح يشتريها يلقاها غالي شغل تعرف الشغلة نار رمضاني يخف الشغل يعني ما تلقى شغل ذاك من ذاك اللي يشغل وين يروح المواطن تنظيم حملات لتوزيع السلات الغذائية على العوائل الفقيرة من قبل فريق تطوعي شبابي يشي بوضوح إلى عمق الأزمة الإنسانية في العراق في ظل حكومات تتصارع بكتلها وأحزابها وميليشياتها على مقدرات البلاد وخيراتها ليكون بذلك المواطن هو الضحية